موسيقى تحلق الأخبار في مدارات نقرأ واقعها ونتعمق في تفاصيلها ونستشرف ما قد تفضي إليه من أحداث وتطورات وفي حلقة اليوم نتابع بعد اغتيال هنية ما سر اعتماد الموساد للاغتيالات كسياسة في وجه المقاوضة وإذا كانوا قد نجحوا في اغتيال الرمز فهل تمكنوا من اغتيال الفكرة؟ وإلى أي مدى شجع الذكاء الاصطناعي إسرائيل على الاستفحال في سياسة الاغتيالات؟ ومع انتشار الأمراض الجلدية في غزة هل يسعى الاحتلال لاستخدام سلاح الأمراض لإبادة من لم يقتلهم الرصاص؟ وهل يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل أطفال غزة بأمراض مهلكة بقطع المياه عنهم؟ وهل تكفي خمسة لترات من المياه لتأمين نمط حياة صحي للغزيين؟ لم يكن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية إلا جزءا من قائمة طويلة من اغتيالات طالت قادة المقاومة الفلسطينية من قبل الموساد الإسرائيلي في عام 1973 نفذت الوحدات الإسرائيلية الخاصة عملية اغتيال بحق ثلاثة من أهم قيادات منظمة التحرير الفلسطينية وهم محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر فيما عرف باسم عملية الفردان في عام 1981 تمكن عملاء الموساد من اغتيال المناضل الفلسطيني ماجد أبو شرار في روما عبر زرع قنابل في غرفته بأحد فنادق العاصمة الإيطالية وفي عام 1988 تم اغتيال خليل الوزير الشهير بأبو جهاد في مدينة سيدي بوسعيد التونسية وهو أحد مؤسسي حركة فتحة ولقب بأمير الشهداء وفي العام نفسه اغتال الموساد في قبرص مساعدة أبو جهاد مروان كيالي رفقة اثنين آخرين من سرايا الجهاد الإسلامي في عام 2001 اغتالت إسرائيل أبو علي مصطفى الذي كان يشغل منصب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذلك بعد قصف مكتبه في مدينة البيرة برامالله في عام 2004 أعلنت السلطة الفلسطينية عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات الشهير بأبو عمار في أحد مستشفيات فرنسا ورغم أن إسرائيل لم تعترف بذلك إلا أن تقارير عديدة تؤكد تعرضه للتسمم على المدى الطويل في مارس من العام نفسه استهدفت إسرائيل مؤسسة حركة حماس الشيخ أحمد ياسين المقعد بثلاثة صواريخ عقب أدائه صلاة الفجر واستشهد على الفور وبعد قل من شهر اغتالت شريكه في تأسيس الحركة عبد العزيز الرنتيسي بصواريخ أطلقت من مروحية إسرائيلية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نفتح هذا الملف ورحبه بضيفي من القاهرة الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الدراسات الإسرائيلية ومن بيروت ورحب بالعميد دمونير شحادة الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا وسهلا بضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور أحمد فؤاد أنور وكما تابعنا في التقرير السابق قائمة طويلة من القادة الفلسطينيين الذين نجحت إسرائيل في اغتيالهم أبو جهاد كمال العدوان أبو يوسف النجار الشيخ أحمد ياسين ياسر عرفات وأخيرا إسماعيل هنية برأيك ما الانتصار الذي حققه الإسرائيليون من اغتيال شخص يرمز لفكرة بينما الفكرة نفسها لم تمت ولم تتراجع يعني بعد تحية يا دكتور أحمد حراك كل المشاهدين والضيف الكريم الحقيقة طبعا الفكرة لم تمت بالعكس المقاومة واللادة المقاومة أفرازت مزيد من الكوادر دوما هناك مشروع شهيد لكن هناك صفت ثاني جاهز لتسلم الغاية أنا أعتقد أن المقاوم هو الأول بين أقرانه فحينما يتم إزاحته بالاغتيال الخسيس بيكون هناك دوما من يحل محل هناك استهدافات سهلة بمعنى أن هناك حرب أهلية في لبنان في تواجد إسرائيلي سابق في لبنان فبالتالي ساحة لبنان سهل استياد المقاومين فيها خاصة لو كانوا سياسيين ولهم مقارات علنية نفس الأمر في غزة قطاع غزة ضيق قطاع غزة جهاز الاتصالات فيه شبه مختار يخرج منه عشرات الآلاف من العمال في عشرات الآلاف في المعتقلات فبالتالي من السهل استقطاب عملاء أو المراقبة من خلال الجو في المقابل هناك عمليات فاشلة بمعنى أن فيه في الأردن عملية اقتيال محاولة اقتيال فاشلة لخلت مشعل طرت إسرائيل في المقابلها للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين فبالتالي هناك هالة كبيرة تحاول إسرائيل أن تصور قدرتها من خلال الوصول إلى أماكن فيها عرقيات متنفرة فيها حرب أهلية زي سوريا في تواجد سابق مثل إيران بالتعاون مع شهر إيران في أكراد في شمال العراق في أزربيجان في شمال شر إيران هذه مساحات تساعد إسرائيل على تنفيذ مخططاتها ومؤامراتها وإظهار نفسها بأنها لها قدرات فائقة طيب سارة العميد منير إشحاتي كيف يمكن فهم هذه المعركة أو المعارك التي يخذها الموساد باستهداف قادة في المقاومة في لبنان في فلسطين في أماكن أخرى كيف يتم تحديدها يعني نسمع عما يسمى قوائم الاغتيالات المعروفة باسم النشرة الحمراء والتي تعد من قبل لجنة في الاستخبارات يعني ما هي المعايير التي تحدد هذه الأهداف نعم مساء الخير تحية لكم ولكل مشاهدين وضيفك الكريم من مصر الحقيقة يعني إسرائيل اغتلت مئات الشخصيات إن كانت فلسطينية أو لبنانية أو حتى في سوريا وإيرانية وثبت عبر هذا التاريخ أن الاغتيالات لم تؤدي إلى مبتغاها وهناك دراسة الآن حاليا في إسرائيل تقول أن ما نفع هذه الاغتيالات إذا لم تؤدي إلى حماية إسرائيل بمعنى عندما قامت أنا حاطي مسالين فقط بمعنى عندما اقتلت الشيخ أحمد ياسين الشيخ المقعد وكما حطيت بتقريرك أنه بعد صلاة الفجر بسلاسة صواريخ وهو مقعد ماذا فعلت هذه المقاومة الفلسطينية حركة حماس يعني صنعت طفان الأقصى فإذا إلى ماذا أدى اغتيال الشيخ أحمد ياسين أدى إلى طفان الأقصى الذي كبد إسرائيل خسائر فادحة وجعل العالم كله ينطفض ويتغير بمعنى 27 ما قبله غير ما بعده إذن الاغتيالات لن تؤدي إلى شيء بس تصحيحا للضيف في مصر عندما قال عن خالد مشعل لا هي نجحت نجحت عملية الاغتيال ولكن الملك الأردن اتصل بإسرائيل وقال لهم إذا لم يعطوه العقار المضاد للتسمم سوف يقطع العلاقات مع إسرائيل وهددت إلى سحب السفراء مما اضطر إسرائيل أن تعطيه العقار المضاد حتى لو ما يتدخل الملك الأردن كانت ماشي مهم هذا موضوع فشلت سياسيا كيف يحدث ذلك صحيح فإذا كيف يعمل الموساد تتجمع المعلومات لدى الموساد عن شخصية معينة تصبح تقريبا هدف للمتابعة تجمع كل هذه المعلومات الموساد وترسلها إلى قسم اسمه فراشة هذا القسم اختصاصه التحليل وابداء الرأي فقط وابداء الرأي فقط وحين ترى قسم الفراشة حين يرى أن هذه الشخصية يجب أن تغتال يوضع الاسم على الصفحة الحمراء ولكن ليس لها قرار قسم الفراشة يعاد الملف إلى الموساد الموساد يرسله إلى رئيس الوزراء الذي هو الشخص الوحيد الذي يقرر ويوافق على العملية أو يرفضها وعادة منذ تكوين إسرائيل حتى اليوم ولا مرة اتخذ القرار لوحده رئيس الوزراء دائما يشرك معه إما وزيرين وبالأخص وزير الحرب الإسرائيلي عندما يتم التوقيع على قرار الاغتيال يرسل الملف إلى قسم قيسارية قسم قيسارية هو القسم الذي يزرع الجواسيس يزرع العملاء حيث موجود هذا الشخص الهدف يتعامل مع مخابرات الدولة التي موجودة فيها هذا الهدف والذي ينفذ هو قسم كيدون هو القسم العسكري الخصائيين في الإجرام في القتل دون ترك أسار فهذا هذه مراحل عملية تنفيذ عملية الإعدام أو الإغتيال من قبل إسرائيل مفهوم هذا الشرح يا سنة العميد طيب يعني هل يعني تفضل نعم فإذا نرجع لعملية الإغتيال هل تؤدي إلى حماية إسرائيل عمليات الإغتيال لم تفعل شيء وأنا أعطي مسأل آخر قامت إسرائيل بإغتيال الأمين العام لحزب الله السابق السيد عباس الموسوي فأتى مكانه السيد حسن نصر الله والمقاومة زادت منعة وقوة وإلى ما هناك كمان اغتالت القائد عماد بغدني في سوريا نفس الشيء فأذا لا يؤدي إلى شيء مفهوم طيب الدكتور أحمد فؤاد أنور يعني هذه الأسماء التي يعني بعضها ذكرناه وبعضها ذكرها ضيفي العميد منير شحاتة هل هذه الأسماء الرنانة سعي الاحتلال لاغتيالها يمثل جزءا من الحرب الإعلامية من مساعيه لترويج انتصارات وهمية خاصة في ظل فشل يعني حسم المعركة ونحن نتحدث عن معركة غزة والعدوان على غزة المستمرة منذ عشرة أشفر هل يسعى لنصر معنوية؟ بالضبط يحاول التغطية على الفشل وعدم تحقيق أهداف النصر التي زعم منذ شهر ديسمبر ويقول النصر على بعد خطوة أمامنا أربع كتائب فقط في رفح داخل رفح ولم تتحقق الأهداف ولم يتم القضاء على المقاومة أو الإفراج عن المحتجزين للأصل أنا عايز أشير للمسأل اللي حرج دربته بخصوص أبو علي مصطفى تم استهدافه في مكتبه ظهر أحمد سعدات واستهدف وزير السياحة الإسرائيلي مجرم الحرب صاحب فكرة الترانسفير الجماعي الترحيل الجماعي رحب عام زائف وتم استهدافه وقت فبالتالي المحاولات إطفاء هالة من أوصورة نصر زائفة وطبعا هناك في هذا المجال كثير من الأساطير بمعنى أن هناك أسماق قرش مدربة بأن هناك معجون أسنان تم دفت دسه لمقاوم لكي يتم تسميمه هناك في المقابل على أرض الواقع محاولة لاغتيال الرئيس صدام حسين أثناء التدريب عليها مد خمسة لأن الكود بتاع إطلاق الصاروخ كان هو هو الكود بتاع عدم إطلاق الصاروخ فمعنى أن هناك موكب يحاكي موكب الرئيس صدام وبالتالي حينما يمر الجنود في هذا الموكب يتم إصدار الكود الكود كان متشابه متطابق فبالتالي تم اغتيال جنود إسرائيليين أثناء التدريب على محاولة اغتيال الأمر الثاني جلعة شاليد جلعة شاليد خمس سنوات داخل غزة لم تصل إليه أجهزة المعلومات الإسرائيلية رغم الاختراقات ورغم أن المسافة لدرجة أنهم لم يكنوا عارفين عايش ولا ميت طلبوا ما يثبت أنه حي وفي مقابل هذا الإثبات تم الإفراج عن عشرين فهذه السياسات فيها كثير من المبلغة فيها كثير من التعاون مع مخابرات أجنبية باستخدام جوازات سفر أجنبية كما حدث في وقعة المبحوح على سبيل المثال محمود المبحوح المقاوم الفلسطيني تم استخدام جوازات سفر ألمانية وإنجليزية وأسترالية وتم طرد دبلوماسيين إسرائيليين من هذه الدول بسبب هذا التوارض وهذا الاستغلال طيب سيدة العميد الدكتور أحمد فؤاد عدد الوسائل التي أو معظم الوسائل التي يستخدمها المساد في استهدافاته لمقاومين أو مطلوبين له حديث يعني يتردد الآن عن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الاغتيالات هل فعلا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي بات سلاحا حقيقيا لدى الموساد؟ يعني هناك عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة وتقارير تتحدث أنه بالفعل ما ساعد إسرائيل في تنفيذ هذه العملية هو الذكاء الاصطناعي نعم بالفعل في حرب غزة اعتبارا من حرب غزة إسرائيل استخدمت كثيرا الزكاء الاصطناعي لأن إسرائيل أصبح لديها وبمساعدة دول كبرى مثل بريطانيا وأمريكا وهلأ مؤخرا فرنسا بالتقديم كل الإمكانيات والتقنيات العالية التي تستطيع أن تتجسس وأن تكتشف أماكن وجود القادة والكوادر وخاصة في لبنان نحن لاحظنا أن عدة اغتيالات نجحت بالنسبة للكوادر المقاومة وأصبحوا أربع قادة بالنسبة للمقاومة نجحت إسرائيل في اغتيالهم وكله بسبب الزكاء الاصطناعي والداتا التي تمتلكها إسرائيل في لبنان لماذا؟ عندنا حادثة مهمة وفاصلة في لبنان هي عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري وعندما أتلت لجنة التحقيق الدولية إلى لبنان حيث أنا كنت عضو فيها هذه اللجنة استباحت كل شيء في لبنان استباحت الداتا المصارف، داتا المستشفيات، داتا الجامعات داتا الاتصالات الأرضية واتصالات الهاتفية بشكل أنه أصبح لبنان مكشوفا وكله تم تسليمه الإسرائيل عندما قامت المقاومة في لبنان بالزهاب إلى سوريا لمساندة النظام السوري في حربها كمان جمعت إسرائيل الكثير من الداتا عن القادة والكوادر للمقاومة وجمعتها أصبحت وبسبب التقنية العالية التي تمتلكها إسرائيل وبمساعدة أمريكا وبريطانيا بالطائرات التجسسية التي تحوم أو تطير فوق أجواء هذه المنطقة استطاعت أن تستهدف كل هؤلاء القادة والكوادر منذ بداية الحرب حتى اليوم بواسطة الزكاء الاصطناعي والداتا التي تمتلكها إسرائيل نعم طيب يعني من الماضي إلى الحاضر من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل يا دكتور أحمد في الماضي إلى الحاضر وآخر جرائم الاغتيال استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أسألك عن الدول الغربية كيف تستقبل مثل هذه الاغتيالات ونسأل تحديدا عن اغتيال هنية يعني هنية هو المعروف هو الطرف السياسي أو رئيس المكتب السياسي الذي هو طرف تاني في عملية التفاوض التي تجري منذ عدة أشهر يعني من المؤسف أن هناك نفاق في كيل بمكالين لأن تم تغييب التكنقراط تم تغييب السياسي هو كان مفاوض كان معتدل بالنسبة وبالمقارنة بالسنوار الذي طوال عمره في السجون أو يحمل السلاع فهذا الأمر يعني علمت استفرام كبرى أن يتم تغييب هذا الصوت في مقابل وجود مقاومين يحملون السلاع وبالتالي يعني مثل هو مثل صالح العروري أيضا شخصية سياسية موجودة في مكتب علني في لبنان فهذه الأمور تشابه إلى حد بعيد استهداف المثقفين بمعنى غسان كنفاني وعدد من الذين لم يحملوا السلاح قطر هذا الأمر في الواقع كمان يحن إلى محمد شبانا الصحفي الرياضي المصري الذي وضعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية صرته على أنه مقاوم فلسطين فهناك في هذا السياق تعاون ربما مع أزربيجان تعاون مع الأكراد في شمال العراق تعاون مع جهزة استخبارات غربية لكن على المحك هناك استهداف لشخصيات وأهداف رخوة الدول الغربية التي تتحدث عن شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية وإلى آخره هل تجد نفسها في موقف محرج عندما يغتال قائد سياسي مثل إسماعيل الهنية يعني بالطبع هو انتهاك للسياة الدولة تم انتهاز فرصة الانشغال في عمليات إعادة تنصيب رئيس جديد وفي عدد كبير من الضيوف من أنحاء العالم فبالتالي تم الاستعانة بعملاء أو ربما تم الاستهداف بمسيارة من داخل إيران سيناريوهات عديدة لكن في جمال أحوال لم تعلن إسرائيل رسميا أنها قامت باستهداف إسماعيل الهنية لكن ربما تكون هناك أجهزة استخبارات غربية ساعدت في هذا الأمر وبالتالي لا تخجل من أنها تصمت على هذا الانتهاك للسياة الدولة وتغييب مفاوض في زرورة المفاوضات بخصة وأعتقد أن مسيرة المقاومة في هذا الصدد ستستمار رغم النفاق الغربي والكلب مكالين سيارة العميد شحادة في بيروت لجوء دولة ما لاستخدام أجهزتها الاستخباراتية لاغتيال خصوم لاغتيال معارضين هل يضع تلك الدولة في مصاف العصابات؟ أصلاً إسرائيل هي في مصاف العصابات منذ تكوينها تكوينها عصابات الإجرام والمجازل التي ارتكبتها منذ سنة 48 حتى اليوم هي عصابات ما قامت به في غزة من إجرام هي عصابات ما قامت به البارحة في المدرسة كمان هذا عمل عصابات وترى دول العالم العظمى تتحدث عن حق الدفاع النفس ويجب تجنب المدنيين ويتحدثون عن القلق دائماً أمريكا لديها قلق من هذا الإجرام طبعاً ما تقوم به إسرائيل هو حرب يعني تضع نفسها كعصابة كدولة إرهابية تنفذ الإرهاب بكل أشكاله وتتهم الآخرين بالإرهاب ما قامت به إسرائيل بالعمليات الإغتيال لنتحدث عن إيران خرقت سيادة الدولة عضو في الأمم المتحدة اغتالت رجل تتفاوض هي معه رجل سياسي وهو متصف بالاتزان يعني الشهيد هنية معروف عنه أنه متوازن هدوء وولين ليس بهذا الرجل الصعب يعني وهي تتفاوض معه صار لعشرة أشهر ابتعد معه عن نفس الطاولة تروح بتغتاله ما صارت بعد هذه ما صارت ولا بتريخ أي دولة في العالم أنها تغتال الرئيس الوفد المفاوض هو ليس برجل عسكري لو اغتالت مثلا السنوار مثلا من نفذ سبعة تشرين واحد يقول لسا عم تغتال رجل سياسي في دولة لديها سيادة تخترق سيادتها وتغتاله وماذا تقول على إيران أن تراقب تصرفاتها يعني خرقت سيادة الدولة اغتالت ضيف عندها ولا يحق لإيران أن ترد هذا تصرف عصابات طبعا طيب بدي أضيف بعض لشغلي اللي قال الضيف الكريم إذا بتسمح موضوع صحيح لديها بسمح لي بس هالكلمة صحيح إسرائيل لديها تطور ولديها تقنيات عالية جدا من أسليب التجسس ولكن انظر إلى غزة 360 كم مربع حتى الآن لم تستطع أن تكتشف مكان وجود الأسرة حتى الآن لم تستطع أن تكتشف يحيى السنوار أين هو وبعد في شغلة آخر وحده اسمح لي بس وحده معلش أرجع لك أرجع لك كمان لكن هذه الاغتيالات التي نتحدث عنها دكتور أحمد هل يمكن أن تؤجل ساعة الحساب للقادة العسكريين والقادة الأمنيين في دولة الاحتلال الذين دعنا نقول أذنبوا في نظر المجتمع الإسرائيلي في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى 7 أكتوبر هم أخفقوا في 7 أكتوبر ولابد من حساب وهذا تقصير غير مصبوك سواء في جامعة الاستخدارات وفي إسقاط ريبة إسرائيل وأسطورة الرادع هذه الأمور سيحاسبها المجتمع الإسرائيلي أضف لذلك يا دكتور أحمد ساعة الحساب يا دكتور أحمد هل هذه الاغتيالات ونجاح إسرائيل هذه الاغتيالات ممكن أن تؤجل ساعة الحساب بالنسبة لهؤلاء دكتور أحمد بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي سورة النص هي الإفراج عن محتجزينه الأسرى إنما حتى اغتيال الصنوار لن يغير من الأمر شيئا لن يكون بتعويم نتنياه لن يكون بمثابة رافعة لنتنياه ولتجاوز الإخفاق الذي تسبب فيه والضرر الذي تسبب فيه لإسرائيل أيضا نتنياه متهم وسيتم محاسبته على استخدام أسلحة سقيلة ضد مباني فيها المحتجزين والأسرى داخل أراضي الـ 48 من يوم 7 إلى يوم 17 أكتوبر بمعنى أن مروحيات ودبابات استهدفت هذه الأماكن بأوامر لا يمكن أن لا تصدر سوى من مستوى رئيس الوزراء نفس الأمر بالنسبة لأرواح المحتجزين والأسرى داخل القطاع لا يمكن أن تستهدف تصفية حماس وفي نفس الوقت السعي للإفراج عن المحتجزين والأسرى بالكامل هذا يتعرض مع ذاك هذا يتناقض مع ذاك فبالتالي لنتنياه وسيحسب حساب عسير بالإضافة لجرائم الحرب يعني بمناسبة التابعين هذا الأمر يذكرنا ببروخ جيردشتاين الذي استهدف المصلين في الخليل حاليا أصدروا قائمة بمسلحين كانوا داخل التابعين المدرس المسجد هذه القائمة فيها وقوفيات منذ شهور ترفت فبالتالي موضوع المعلومات التي يتم ضخها لتضليل الرأي العام أعتقد أنه إرث من سفر العدد لصح 13 حينما بعث سيدنا موسى بجواسيس إلى أرضك العين فكذبوا عليه وعطوه بيانات خطر طيب سيدة العميد يعني ربما الحقيقة الكاملة لم تظهر بعد في عملية اغتيال سيد إسماعيل هنية لكن هل تعتقد بأنه في هذه العملية تحديدا وسط كل الروايات والتقارير التي نستمع إليها ونتابعها يوما بعد آخر هل تعتقد بأن التكنولوجيا أيضا لعبت دورا رئيسيا في نجاحها نعم بالطبع وخاصة أن الشهيد هنية كان يستعمل هاتفه للزكي يعني استعمل هاتفه الزكي وهنا استطعت أن تحدد مكانه إسرائيل بالإضافة أكيد سوف يتضح أن كان هناك خرق أمني لدى إيران لماذا؟ لأن إيران هي من قالت أنه استهدف بصاروخ قصير المدى يعني مدون العشر كيلومتر يعني هناك عملاء من نصبوا هذا الصاروخ واستعملوه إذن هناك خرق أمني بشري وهناك التكنولوجيا استطاعت أن تحدد مكانه لأنه استعمل هاتفه الزكي كونه لم يكن يأخذ الإجراءات الوقائية كونه لم يتوقع أن يكون مستهدف في إيران بهذا الشكل لأنه كان أيضا في قطر طول الوقت معه تليفون وهاتف جوال زكي يعني إسرائيل لم تقم باغتياله إلا عندما ذهب إلى إيران الاحتياطات التي كان يزب أن يأخذها مكانت بالحسبان لأنه لم يتوقع أنه مستهدف بهذا الشكل كونه هو رئيس الوفد المفاوض مع الإسرائيليين بالنسبة لما يجري في غزة بدي بس أنا أقول شغلي برجع لموضوع غزة يعني عندنا من أفواهي من دينهم عندما يصعد العقيد هاكاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ويقول أمام شاشات العالم من يعتقد أنه باستطاعاته أن يقضي على حماس فهو هذا زر الرماد في العيون يعني عندما ناطق باسم الجيش الإسرائيلي يصرح هذا التصريح هذا يؤكد السؤال الذي سألته حضرتك هل باغتيال القادة أو باغتيال كوادر تقضي على البنية العسكرية لأي مقاومة أو حركة مقاومة فهذا عقيد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي يصرح هذا الانتقاد تجاه رئيس الحكومة لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية هو من يعتقد أنه باستطاعاته أن يقضي على حماس إذن اغتيال القادة والكوادر لا يؤدي إلى القضاء على البنية العسكرية لأي حركة مقاومة موجودة في المنطقة وأيضا لا يؤدي إلى إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين ولمواطنين أيضا على حد سواء في نصف دقيقة بالنسبة لإيران طبعا أنا أعيد التنبيه إلى أن هناك شبكات جواسيس من الجالية اليهودية في إيران وهي في حدود الثلاثين ألف محاولات لطوريط هذه الجالية أغلبها مندمج أغلبها لا يرى غضادة في العيش في إيران لكن هناك محاولات للتوريط طول الارض هناك فيه أقلية سنية أقلية كردية هناك محاولات للاختراق فسهولة الاختراق في ظل دخامة الحدث وأيضا الحدود مع أزربيجان الصديقة الإسرائيل وشمال العراق العناصر الاستخباراتية التبعة للموساد الإسرائيلي أعتقد أن هذه ساعدت في هذه العملية خاصة وأن زي ما سيادة العميد أشار إسماعيل هنية شخصية سياسية ولم يتوقع أن يتم تصفيته أثناء التفاوض شكرا جزيلا دكتور أحمد فواد أنور أستاذ الدرسات الإسرائيلية من القاهرة وشكر الموصول للعميد منير شحادة الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت شكرا لكم برنامج مدار الغد متواصل معكم وفيه بعد الفاصل ومع انتشار الأمراض الجلدية في غزة هل يسعى الاحتلال لاستخدام سلاح الأمراض لإبادة من لم يقتلهم الرصاص وهل يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل أطفال غزة بأمراض مهلكة بقطع المياه عنهم وهل تكفي خمسة لترات من المياه لتأمين نمط حياة صحي للغزيين تقارير أممية وإعلامية كشفت عن انتشار الأمراض الجلدية والتهابات الكبد بشكل واسع بين سكان قطاع غزة بسبب استخدامهم للمياه الملوثة بعد أن دمرت الحرب أغلب محطات تحلية المياه والأبار وهو ما يفتح باب التساؤلات هل يحاول الاحتلال إبادة سكان غزة بإمراضهم وإلا يعتبر قطع الكهرباء وتدمير أبار المياه عن السكان قتلاً مع سبق الإصرار والترصد وأي اختلاف يفرق أو يفرق الرصاصة التي تقتل في اللحظة والإمراض المميت على المدى البعيد ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا من دير البلح دكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية دكتور خليل مرحباً بك على شاشة الغد كما تناولنا في المقدمة هذه التقارير التي تتحدث عن انتشار للأمراض الجلدية والكبدية في قطاع غزة ما طبيعة هذه الأمراض وما حجمها؟ نعم أخي الكريم مع استمرار حرب الإبادة على المواطنين في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال لأكثر من عشرة أشهر قام بقتل بشكل مباشر أكثر من أربعين ألف شهيد وأصاب أكثر من تسعين ألف إصابة بينهم ستة عشر ألف وخمسمائة طفل ومع ذلك مستمر في القتل الغير مباشر حيث قام جيش الاحتلال بتدمير البنية التحتية في قطاع غزة ودمر أبار المياه ودمر كل معظم مقاومات الحياة في قطاع غزة حيث بعد أن قام بتدمير البنية التحتية وتدمير المياه الأبار اختلطت مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية وبذلك انتشرت المياه وطفحت بين السكان وانتشرت القمامة بشكل كبير وبهذه العوامل التي قام بها جيش الاحتلال انتشرت الأمراض والأوبئة بين المواطنين وهذا يسبب القتل الغير مباشر للمواطنين حيث انتشرت الأمراض الجلدية أمراض الكبد الوبائي حيث أصيب في قطاع غزة 71 ألف أصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي من ضمن الأمراض أيضا أمراض النزلات المعوية التهاب الجهاز التنفسي وأخيرا تم اكتشاف في مياه الصرف الصحي فيروس مسبب لشل الأطفال بعدما قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف والأونروا بتحليل سبع عينات من مياه الصرف الصحي وتبين وجود ستة عينات موجود بها فيروس مسبب لشل الأطفال وهذا مرض خطير جدا هذا أيضا في سياسة القتل أيضا سياسة التجويع المستمرة على المواطنين في قطاع غزة هذه أيضا سياسة قتل غير مباشر استشهد أكثر من 36 طفل مليون وسبعمائة ألف مريض أصيبوا في قطاع غزة من جراء الانتقال الأمراض والأوبئة هذا أيضا من سياسة القتل غير مباشر منع وصول الأدوية والمستزمات الطبية لمعالجة السكان بالأمراض والأوبئة التي انتشرت بينها الأمراض الجلدية والتهاب الكبد والبائي هناك عدد كبير للأطفال أصيب بالأمراض الجلدية بشكل غريب جدا يعني كثير من أنواع الأمراض التي انتشرت بين السكان لم نستطع أن نتعرف على ما هي الأسباب التي أدت ربما جيش الاحتلال استخدم بعض الأسلحة أدت إلى انتشار هذه الأمراض والأوبئة بين السكان في قطاع غزة نهيك على التكدس الكبير بسبب النزوح المتكرر بين المواطنين وأزداد أعداد النازحين في عدة مناطق وانتقالهم من منطقة لمنطقة ساعد بانتقال الأمراض والأوبئة وهذا أيضا يأتي في سياسة القتل والإبادة للمواطنين في قطاع غزة دكتور خليل ونحن نتحدث عن انتشار هذه الأمراض وبعضها حتى كان كاد أن يندثر مثل شلل الأطفال يعني يعود الآن إلى قطاع غزة بعد أن كاد أن يندثر في العالم كله على وجه الكرة الأرضية طيب المستشفيات المؤسسات الصحية التي يتم تدميرها كل يوم كيف تتعامل مع هذه الأمراض يعني ماذا لديكم من وسائل من أدوات للكشف من أدوية لمعالجة هذه الأمراض حقيقة إن جيش الإحتلال المستمر في الهجبة الشرسة على المنظومة الصحية حيث قام بإخراج 25 مستشفى عن الخدمة الصحية في قطاع غزة من أصل 38 مستشفى وما تبقية من المستشفيات تعمل بشكل جزئي في ظروف سيئة جدا ظروف صعبة جدا عدم وجود أدوية عدم وجود مستزمات طبية عدم وجود أدنى الأدوات اللازمة والمستزمات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات حتى تصور أخي الكريم بأن الشاشة والبلاستر اللازمة لتضميد الجراح بدأ في النفاذ في مستشفيات قطاع غزة حقيقة بعد جيش الإحتلال ما قام بحصار قطاع غزة منذ بداية هذا العدوان وأطبق الحصار أكثر منذ أكثر من 90 يوم قام بإغلاق بعض الرفحة وإغلاق المعابر منع وصول الأدوية منع وصول المساعدات منع وصول التواقم الطبية هذا يأتي في إطار الضغط على المنظومة الصحية للإنهيار وهو يقصد بإعدام جميع المرضى والمصابين في مشافي قطاع غزة وحقيقة نحن كتواقم طبية عندما نتعامل مع المصابين الذين يصلوا إلى المشافي بشكل كبير في قطاع غزة أحيانا نقوم بعملية المفاضلة بين مصاب ومصاب للمحاولة إنقاذ عدد أكبر من المصابين الذين يصلوا إلى ما شافي قطاع غزة حقيقة يعني في ظل هذه الأشهر أكثر من عشرة أشهر في ظل الهجم الشرسة على المنظومة الصحية وتتمين تدمير أيضا المخازن الأدوية التي كنا نستخدمها لمعالجة المصابين واستهداف المستشفيات وحرق المستشفيات وتحويلها لمقابر يعني هو يريد حتى المصاب أن يقضي عليه بقتل غير مباشر الاستهداف المنظومة الصحية من التواقم الطبية حيث استشهد من التواقم الطبية والكوادر العامل في قطاع الصحي أكثر من 885 شهيد وأكثر من 2000 إصابة قام باستهداف أيضا سيارات الإصعاف حيث أكثر من 130 سيارات إصعاف تم تدميرها بشكل كل وهذا ليعرق نقل المصابين من أماكن الإصداف إلى المشافئة في غزة نعم يعني إجبار المدنيين في غزة على النزوح يعني أكثر من موجة نزوح حدثت من الشمال إلى الجنوب من الجنوب إلى الشمال والوسط وإلى آخره يعني إلى أي مدى ساهمت وتساهم في انتشار الأمراض الجلدية لسيما يعني مع اجتداد درجة الحرارة وارتفاعها في فصل صيف حار جدا نعم جميع المواطنين في قطاع غزة يعني نزحوا في عدة مناطق لا يقل عن كل مواطن عن عشر مرات نزوح المواطنين من مكان إلى مكان بسبب ادعاء جيش الاحتلال بأن هناك مناطق آمنة وهذه هي منطق غير آمنة وهذه أكاديب كبيرة من قبل جيش الاحتلال لا يوجد مكان آمن على الإطلاق في قطاع غزة وأنتم تعلمون ورأيتم ذلك وسمعتم عبر شاشتكم الموقرة منذ بداية هذا الأدوان هل سمعتم في مكان في قطاع غزة لم يستهدف جميع المناطق في قطاع غزة 11 فرد يعني لا يتجاوز المتر المربع لكل شخص وبذلك معظم النازحين أيضا ينمون في الطرقات يعني عندما أيضا يتنقل من مكان لمكان وكثير من المواطنين لا يستطيع حتى نقل الخيمة من مكان لمكان وبذلك كثير عدد كبير من النازحين الآن يفترشون الشوارع وينمون في الطرقات بسبب عدم وجود أماكن حتى يعني مياه الصرف الصحي تنتشر من بين هؤلاء المواطنين حقيقة جيش الاحتلال يقوم بتدمير جميع المقاومات في قطاع غزة دكتور خليم ما أبرز الأمراض الجلدية المنتشرة وأيضا يعني ما أنواع الالتهابات الكبدية الموجودة والتي قمتم برصدها أنتم كجهاز طبي نعم بالنسبة لأمراض التهاب الكبد الوبائي وصل إلى ما شافي قطاع غزة أكثر من 71 ألف مريض أصيبوا بالتهاب الكبد الوبائي من نوع ألف وكذلك بالنسبة للأمراض الجلدية ما يعادل هذا الرقم تقريبا وخاصة من الأطفال ولذلك الآن في أقسام الأطفال مقتضة بشكل كبير بهذه العداد من المصابين والمرضى هناك بالنسبة للأمراض الجلدية يعني بعض الأمراض لا نستطيع أن نشخص هذه الأمراض لعدم يعني معرفة الأمراض التي موجودة على أجساد هؤلاء الأطفال وخاصة عندما نلاحظ عدد كبير من الأطفال تنتشر عليه الأمراض الجلدية من رأسه إلى أسفل قدمه بشكل غريب جدا وحقيقة الجيش الاحتلال أيضا حتى المراهم اللازمة والأدوية اللازمة لمثل هذه الإصابات يمنع وصولها إلى قطاع غزة وبذلك يعني نحن نعاني من أزمة حقيقية وكبيرة جدا في نقص الأدوية اللازمة لعلاج هؤلاء المصابين سواء بالأمراض الجلدية أو بالأمراض النزلات المعوية أو التهاب الكبد الوبائي وباقي الأمراض وخاصة أن جيش الاحتلال الآن يمنع وصول التطعيمات اللازمة لمرض شلل الأطفال ماذا عن المياه النظيفة مياه الشرب يعني ما نسبة أو نصيب دعنا نقول المواطن في غزة من مياه شرب نظيفة دكتور قليل جيش الاحتلال قام بتدمير حتى الأبار للمياه الشرب حقيقة المواطنين في قطاع غزة يعانون من نقص كبير في المياه الصالحة للشرب أو المياه الصالحة للاستخدام الآدمي ولذلك بعد أن قام بتدمير معظم أبار المياه هناك صعوبة حتى المواطن يقوم بنقل كي يحصل على لترين أو ثلاثة لتر في اليوم الواحد ليستخدمه سواء في الغسيل أو في التنظيف أو في الشرب يقطع مسافات طويلة ويعاني ويقوم بنقل هذه المياه أيضا عبر جالونات وللأسف الشديد هذه الجالونات يتم تكرير نقل المياه ولا يوجد حتى منظفات أو أدوات تنظيف أو ما يخص تنظيف هذه الأواني في قطاع غزة ولذلك هذا سبب أيضا من العوامل لنقل الأمراض والأوباء بين المواطنين حقيقة نقص كبير في المياه الصالحة للاستخدام وأيضا بالنسبة للمياه اللازمة للاستحمام أيضا مفقودة تماما حتى مياه البحر ملوثة بسبب اختلاط مياه الصرب الصحي ونقلها إلى مياه البحر وأيضا جيش الاحتلال قام منذ بداية هذا العدوان بقطع التيار الكهربائي وعن قطاع غزة ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات أو مياه الصرف الصحي وبذلك هو يقصد في هذا الجانب انتشار الأمراض والأوباء وهذا القتل الغير مباشر للمواطنين في قطاع غزة جيش الاحتلال يسلب جميع مقاومات الحياة في قطاع غزة يمنع وصول المواد الغذائية المياه يمنع وصول الأدوية يندع كل ما يحتاجه المواطن في قطاع غزة أشكرك جزيلا شكر دكتور خليل الدقران المتحدث باسمه مستشفى شهداء الأقصى ومتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كنت معنا من دير البلح شكرا جزيلا بهذا نصل إلى نهاية حلقة الليلة من مدار الغد شكرا لكم وإلى اللقاء غدا بإذن الله اشتركوا في القناة